اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم حديث عراقي كلكم تعرفون ان انتخابات ما يسمى انتخابات من الجالسة البلدية قريبة فبدأت هذه مواسبة اعلانات ومواسبة مهرجانات للتحشيد لهذه الانتخابات تصريحات كثيرة واسماء كثيرة ستشارك في هذه الانتخابات التي لا تساوي شيئا واللي هم يدركون جيدا انه اهل العراق كل الشعب العراقي يرفضها مثل ما رفض الانتخابات البرلمانية السابقة ما يسمى بنورتح انتخابات البرلمانية السابقة و85% من العراقي لم يشاركوا فهذه ايضا يحاولون جذب العراقين بأي طريقة لكن اهل العراقي ممتنعين عن المشاركة في هذه الانتخابات يعرفونها بانها جزء من مسرحية لخداعهم لسرقتهم اكثر للفساد والخرابة عموما زعيم ما يسمى بميليشيا بدر ورئيس تحالف ما يسمى بنبني سووا تحالف يعني كل هذه القوى التي في العملية السياسية عملت تحالفات ومن ضمنها جماعة هذه العامري سووا تحالف سب منبني فزعيم ميليشيا بدر هذه العامري اللي هو زعيم تحالف ما يسمى بنبني تحدث عن هذه الانتخابات وطالب العراقيين بالمشاركة للمشاركة وطنية وهكذا كلام كبير وامام تجمهر كبير يعني هو يعتبره من مويدي بدأ يتحدث قال كثير من الحديث لكن يهمنا كم نقطة نتحدث عنها قال بالنص نحمي العراق من كل التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية يعني هو يحمي معرف هو ميليشيا بدر هو هذا التحالف ما لو يسمى بنبني يحمي العراق من كل التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية وهذا وقت رح يحميها هزا رح يبدأ بعد عشرين سنة لو بدأ بيها من عام 2003 لحد الآن والعراق يعني مفتوحة كل بوابه والداخل داخل والخارج خارج ولا أحد يحاسبهم والكل متغول علينا والكل يسرقنا والكل يعني له حصة في العراق إلا العراقيين ما نعرف هايش وقت المهم فقال شعارنا نحميها ونبنيها ويعطى عنه هذا الشعار يقول هذا برنامجنا في تحالف نبني طيب متى كان يعني تحمية العراق يعني عندما وقفتم مع الأمريكان واعتبرتم جيش الاحتلال الإيراني هو جيش تحرير وصفقتم له ووقفتم معه وما زلتم تقفون معه ونلتم المناصب وسرقتم ونهبتم ودمرتم العراق عشرين سنة ضائفية وخراب ودمار وسرقة ونهب وضعف ونصياع للآخرين تغول إيراني وتغول أمريكي وتغول معرف منه وميليشيات تحكم الشارع ولا وجوده للدولة شون حميتوها يعني وين كنت عن البناء مرة هو وقف قال هنا والله ما يخلونا نبني ليتحدثوا المحافظات الجنوبية اللي يعتبرها يلحظ نمالتهم على أساس هو من الشيعة وهو يدافع عن الشيعة وهم كل اللي بالحكومة أحزاب العملية السياسية التي تدعي أنها شيعية أنها تحمي الشيعة وجاءت من أجل مظلوميتهم لكن الشيعة ظهروا عليهم لأن عرفوهم كذابين وعرفوا هذه كذبة كبيرة وجاءوا بها لكي يستولوا على الحكوم لكي يأخذوا ويسرقوا وينهبوا لصالح الغير وليتحكم إيران بالعراق هذا هو واقع الحال فقال مرة نحن يعني بوا يتحدث لهم وديلوا مولا ليش ما بنيته طيب ما المحافظات الجنوبية ما بيها أرهاب طيب ماش المحافظات الغربية قلتوا أرهاب بيها وما نقدر طيب ما المحافظات الجنوبية كلها ما بيها أرهاب ليش ما بنيته قال ما خلونا نبني صهيوني وأمريكا ما خلتنا نبني يعني لأنه ليش يا بني لأنه نتبع الإمام الحسين أكويش كلام هذا منطق أنت أتبع الإمام الحسين وذولا اللي بالمحافظات مؤتبع الإمام الحسين العراقيين ذولا مو عراقيين مؤتبع الإمام الحسين يعني هو منه الإمام الحسين ما هو ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم جده والرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي المسلمين كلهم وهذا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فكل الناس تعتز بي سنة وشيعة ومسلمين في كل بقاعة الدنيا بس انت من المحبين للحسين والباقي لا هم قتلوا مجرمين هذا الكذب شنو منو منعكم منو لا حولوا لقوة الله بالله الكهرباء صار لها 20 سنة حد الآن صار فين عليها اكثر من 100 مليار دولار سرقات ونهب والكهرباء غير موجودة وما زلتم تستوردون الغاز من ايران وهذا ضمن اتفاقية من البداية يجب ان تستفيد ايران واقتصاد العراق يجب ان يرهن ليران وهذا واقع الحال وقفت الصناعة وانهيت الصناعة وانهيت الزراعة وانهيت التجارة وانهيت كل شيء من اجل ايران تكسب ويكون العراق ساحة لكل بضائحها ولكل فسادها وخرابها ودموها وقتله هذا واقع الحال فأي عراق هذا حميتموه من كل التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية حتى فيه ختالكم مع داعش ومن اللي خاتر الامريكان كانوا يحموكم تحت المظلة الآن يسبون الامريكان وانتوا تحت المظلة ما لاتهم مشيتوا وكل التفجيرات القوية والضرب القوي كانت الطائرات الامريكية وكل اعترافاتكم وكل الفيديوهات المسجلة كنتوا تطلبون من القوات الامريكية ان تحميكم وانتوا معد لكم الطريق للدخول وفعلتم ما فعلتم وهذه الموصل اقرب مثال بعد كل هذه السنوات السس سنوات هي مدمرة وما زالت رفاة الناس الذين الابرياء الذين قتلتموهم تحت البيوت لم ترفع لي حتى الان هذا واقع الحال فبالتالي يا عراق حميته حميته العراق اللي الفقر بثلاثة اربعة الشعب العراقي كلهم فقراء معدومين 13 مليون تحت خط الفقر حميته العراق لانه صارت ببطالة 12 الى 15 مليون عاطل على العمل حميته العراق لانه ما بيه مستشفيات وما بيه مدارس بيه خير والأمية عشر ملايين أمي بالعراق هذا حميته العراق شون حميته للعراق حماية العراق متزم بدنقية بس توقف على الحدود لان الحدود سداح مداح ما شاء الله لكن ان تحمي الناس وانتثقفهم وتنورهم وترفهم وتطيهم حقوقهم هل فعلتم هذا نحمي العراق من الحرب الناعمة يقول التي لا تقل اهمية عن الحرب العسكرية تهديدات المخدرات يقول لا تقلوا خطرا عن تهديدات داعش لانها حرب مدمرة هو من اجاب المخدرات العراق قبلكم قبل قبل 2003 كان بلد خالي من المخدرات من اجاب المخدرات ما هي الميليشيات مالتكم هي التجارب تتاجر من المخدرات وايران جارتكم اللي تعتبرونها يعني اللي يتكلم عنها تعدموه تقتلوه تذبحوه وتهجروه ليقول كلمة حق عنها يعني كلمة حق في باطلها واجرامها في العراق طاردوه تقتلوه ما هي هي اللي تصدر لكم المخدرات والعراق صار بلد مو بس طريق للمخدرات لا مصنع وزارع ومتاجر بالمخدرات ثلاثة المخدرات وصلت للمدارس سنتحدث بحلقة قادمة حتى لمدارس البنات ومدارس الأطفال وصلت المخدرات ونتحدث لي عن حرب الناعمة هو من اجابها الحرب الناعمة وهذه المخدرات اللي جابوها فهذا الكلام مردود عليكم ولا يمكن قبوله ولا يمكن لي منهج بهذا الشكل كاذب ومخادع مثل منهج الباقين كل التحالفات هذه تكذب نفس الكذب ويريدون من العراقين أن ينتخبوهم حتى يسوون مجالس محافظة حتى يسرقون أكثر هذا واقع الحال وبالتالي مصيبة كبيرة من أزمة إلى أزمة وهذه العملية السياسية التي جاءت جاء بها المحتل الأمريكي وجمعكم بها هي أساس خراب العراق وهي أساس الدمار وهذا فكركم وهذا التصرفاتكم وهذا فسادكم وهذا خرابكم هو اللي أوصل العراق إلى هذا المستوى ضيعت هوية العراق ضيعت ناسه ضيعت مجتمع هذا المجتمع الجميل ضيعت مستوى التعليمي مستوى الصحي مستوى الخدمي كل ضيعته كل سرقته لأن أنتم جئتم لا لتبنوا العراق لكن لتهدموه مع الأسف الشديد ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل وقت هذه الحلقة قل انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة